أرجع ليه ست أختنا إسراء إسراء اللي بتتكلم عن الهواجس اللي بتحس بيها فبتقول إنه الهواجس دي بتطلع أو بتجد منها شيء كبير أو عميق في نفسها إنه بتقول إنه مثلاً ما فيش رسول هي بتقول كده إنه ما فيش كذا وكذا يعني عملية إنه لا فيه رسل ولا فيه رسالات أمال فيه إيه يا إسراء؟ ما أنا حاجة من الاتنين الهواجس دي إما هي نابعة من نفسي من نفسي أو لإن أنا بعيدة شوية أو دخلت عقلي زيادة في حاجات كان المفروض إن أنا أتوقف عنها لإنه إمكانات عقلي الحالية لا تستطيع يعني الخوض الشديد فيها أو الغوص في هذه الدقائق للطفها وبعد يعني إمكانية هذا العقل البشري عن إدراك هذه الأمور اللطيفة أو إني بتابع مواقع معينة اللي كثروا الحديث عنها وإنهم بيسموها مواقع الإلحاد والحديث في ذلك الأمر وإن إحنا بدي ودني للناس دي فبس معلوم فأتأثر بهم فتبتدي الهواجس دي اللي اتنين سواء المواقع دي أو إنسان أنا بتعامل معاه أو إنسان أنا بتعامل معاه بتبس هذه الأفكار أو هذه الأفكار نبعت من نفسي لتفكيري في ذلك الأمر أول ما أفكر في ذلك أقطع على نفسي حبل ذلك التفكير ليه؟ زي ما قلت لحضرتك يا إسراء إمكانات هذا العقل البشري محدودة نحن نؤمن بالغيب طب آمنا بالغيب دا من نفسنا ولا أرسل الله الرسل والرسالات ليعلمنا أرسل الله الرسل وأرسل الرسالات لنتعلم لنعلم أن لهذا الكون موجد من الذي أوجد هذا الكون؟ الله سبحانه وتعالى ولكي يدلنا على ذلك بث في هذا الكون كثير وكثير من المخلوقات التي تدل على وجود الله من أوجد هذا الكون؟ غير الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله فأوجد الله سبحانه وتعالى هذا الكون العظيم وخلقه ليقوم الإنسان بمهمته في الدنيا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة الكون وأرسل للإنسان الرسل والرسالات الرسول ده بيجي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك الوحي الشريف الذي يناسب كل مرحلة تاريخية من مراحل التاريخ الإنسان وبدأوا يعرفوا الأتباع بتوعهم عن عبادة الله الواحد القهار وبدأت هذه الرسل بمباشرة المهمات بتاعتها وكانوا هؤلاء الرسل من جنس البشر ما كانوش من الملائكة أو من غيرهم حتى إنه يبقى فيه مسألة التأسي وبدأت هذه الرحلة الإنسانية وانتهت بختام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا ببتدي أدخل بقى في التعمق الزائد في الكون ومن أوجد الكون وابتدي أدخل في التفكير اللامتناهدة عقلي مش مجهز يدرك هذه الأبعاد البعيد لكن عقلي وقلبي إذا عرف الله سبحانه وتعالى أحبه فإذا أحبه التزم أنا بعرف الله إزاي بالعلم الشيطان يدخل للإنسان من مداخل كتيرة جدا نتكلم فيها الفقهاء أولها جاهل الإنسان لو الإنسان جاهل الشيطان عالم عارف إنت يدخل للإنسان وبما يحدثه وبما يصرفه وبما يحدث الوساوس والدخائل في نفسه وأنا لو كنت في مرحلة جاهل دخلي هو بالعلم اللي عنده إزاي وصلي فيجعل الإنسان يزيع أو بإن الإنسان بيعص الله سبحانه وتعالى بالشهوات وغيرها وعايز يعمل اللي عايزه في الدنيا فلابد الإنسان يضبط ذلك بضبط النفس وتربية النفس كل هذه أو الغفلة الإنسان بيعيش غفلة معينة ويبعد عن الطريق فيبتدي تحصل له له الزات يبقى أنا محتاجة إن أنا أكثر من ذكر الله وعدم إقحام عقلي في أشياء لن أستطيع فهمها لن أستطيع إدركها لكن ما أدركه الإنسان بيعتاه نحن نؤمن بهذا الغيب العظيم وهو الله سبحانه وتعالى ولكن عندنا دلائل في كل حاجة في كل آية من الآيات الحوالين دي تدل على أن لهذا الكون خالقا وبالتالي أنا عندي من خلال المحسوس ذلك أدل على ذلك الغيب العظيم ألا وهو الله سبحانه وتعالى إحنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبعدين الذين يؤمنون بالغيب نحن نؤمن بالغيب ولكن لهاء على هذا الغيب شواهد الكون والإنسان نفسه وفي أنفسك الإنسان يبصر حاله ويشوف نفسه وهذا الدين ما أخبر إلا بصدق وما أخبر إلا بحق فالإنسان عليه أنه يستمر في هذه الدنيا بكثرة ذكر الله ولا يفطر أبدا عن ذكر الله لأنه مع الذكر بتتفتح للإنسان أنوار مع الذكر بتتفتح للإنسان أنه يتذوق أشياء مهما يحكي لك عنها لن تصلين إليها إلا بممارستك وتذوقك فيصبح لك يذوق على ذلك الأمر تبتدي توصلي لحقائق كتير بكثرة ذكر الله والتزامك في الدنيا بمنهج الله سبحانه وتعالى نقطة تانية أني أتعلم وأني أدرس في مؤسسات ومدارس علمية أنمي فيها مداركي ويكون لي أحد أهل العلم اللي أخذ العلم عنهم فده ينشط ذهني بالعلم فلما ينشط ذهني بالعلم ينقطع عني كل جهد يبقى أنا بقى مش قادة أقول أصل فيه رسول أصل ما فيش ربنا أصل ملازم تتلاعب بي بقى إما وساوس الشيطان يدخلي منها عن طريق الجهد أو جهل الآخرين فينقلونه إلي وأنا لم أتعلم حتى أحكم والحكم على الشيء فرعا تصوري كيف أتصور وأنا لم أتعلم أصلا فالإنسان محتاج أن يقطع على نفسه طريق الجه بنور العلم فإذا أنار العلم في قلبه وفي ذهنه وفي فؤاده وصل إلى حد المعارف والمعرفة الحقيقية فإذا عرف الله أحبه وأدرك أشياء كثيرة حتى وهو ما زال في هذا العالم اللي بيعتمد على الأشياء المحسوسة لكننا الأمة التي تؤمن بالله سبحانه وتعالى نؤمن به وهو الغيب العظيم ولكن هناك شواهد على ذلك الغيب وهو لم يتركنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا سدى إنما الله سبحانه وتعالى أرسل بالرسل والرسلات حتى لا يتقيل عيش الإنسان في هذه الدنيا تائه مش عارف حاجة فبعث بالرسل والرسلات أنا عليّ إيه أتعلم أنا عليّ إيه ألتزم أنا عليّ إيه ألتزم بما نصح بيه أهل العلم لما ألتزم وعمل بكده وأمشي على هذا الطريق حتى تتفتح أمور كتير كتير لحضرتك وتبان أشياء كثيرة جدا وحقائق كثيرة جدا أسأل الله سبحانه وتعالى إن يرزقنا وإياكم نور البصيرة نور البصر وأنوار البصيرة أنوار البصر وأنوار البصيرة إن شاء الله ربنا يجعلنا من أهلها وإن تشرق على قلوبنا أنوار المعارف ربنا يجعلنا أهلا لها إن شاء الله